من جانبها قلت القناة الرابعة عشر الإسرائيليين القيادة العسكرية والموساد قدم لينتنياه وغالاند خطة الرد على إيران وكشفت القناة عن أهداف محتملة للهجوم الإسرائيلي تتمثل باستهداف منازل كبار المسؤولين في إيران إلى جانب مشاءة نووية ونفطية وأهداف عسكرية وحكومية ضمن خيارات عديدة من المحتمل أن يشملها الهجوم اشتركوا في القناة